جماهير المغربية ما بتبقى يعني تساعد نادي تفرق كتير بكرة الجماهير طبعا تتكلم في جماهير البلد المنظم لما تكون بتسندك وبتأزرك خصوصا كمان ان دي في دولة عربية انت كلاعب وانت بتلعب مش مجرد جمهور بيشجعك وخلاص انت فاهمه كمان فاهم الدعم اللي هو بيقدمه لك فده يفرق طبعا مع لعابة النادي الاهلي خصوصا ان انت مش هتحس بغربة قوي ده اللي حصل يمكن في المبارتين اللي فاتوا الجمهور المغربي لما كان بيشجع النادي الاهلي زي ما كلنا شفنا على الشاشة من شوية ده فرق طبعا مع النادي الاهلي غير لما تكون بتلعب في دولة اوروبية او في دولة مثلا جنوب شرق اسيا بتلعب في الموضوع بالزبط الموضوع بيبقى مختلف وبيبقى صعب لكن الدعم اللي بيقدمه الجماهير المغربية يفرق طبعا مع النادي الاهلي يخليك تحس ان انت مش غريب او ان انت عندك صبورت قدام فرقة كبيرة زي ريال مغربي ايا كانت كمان الغيابات او السكواد او الكلام ده كله لكن احنا بنشوف ده طول الوقت ودي حاجة لازم نعترف فيها ان الدعم الجماهيري بيفرق مع النادي الاهلي وده مش اي فرقة بتقدر تستغل الموضوع ده يعني النادي الاهلي بيستغل كويس جدا لدعم الجماهيري احمد هرجع برضو يعني واقل هرجع احمد واقل احمد هرجع لنقطة الريال لان برضو انا كلامي وانتم بتخصين اكتر في الجزء العالمي وده يعني شكل مهم فكرة ان انا اللعيبة اللي نقصه وبالتالي انا كنادي اهلي اخاف من مين بقى وابتدي اعمل حساب لمين في اللعيبة اللي موجودة في التوقيت الحالي السكوات اللي موجودة في التوقيت الحالي تفضل واقلي هو انا بالنسبالي اه الاخطر على الريال مادريد هو اه فينيسيوس جونيور ورودريجو ورودريجو اه لعيب برضو مهم ولعيب خطر في التشكيلة الهجومية لريال مادريد اه زائد ان في كلام النهاردة خرج من معسكر الريال مادريد ان انشلوتي بيفكر في ماريانو دياز اه لعيب كويس برضو صغير في السن لعيب كويس لوكا مودريتش طبعا موسيقار في وسط الملعب ده لازم تقلق منه اه غير كده ما اعتقدش ان فيه ان فيه قلق يعني غير كده ما اعتقدش ان فيه قلق من ناحية ريال مادريد وزي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي وزي ما احمد برضو قاله هاكد على كلامه اه فكرة ان انا مستقبلش هدف فدري اللعبة بواقعية ان انا اقرب الخطوط كلها من بعض مايبقاش فيه مساحات ماديش فرصة اه تلم ويبقى فيه مساحة قدامك ده هيفرق جدا مع النادي الاهلي زا اد ان انت تقدر بقى تقدر يبقى عندك العناصر اللي تعمل التحولات صحيح